مرح مجلس الإدارة اعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم تكتمل في نصابها العادي طبعا بند الميزانية بيحال إلى الجهة الإدارية علشان يعتمد من الجهات الرقبية كما تنص اللائحة لكن كمان مجلس الإدارة قرر تصعيد المهندس خالد مرتجي أمين السندوق إلى مقعد نائب رئيس النادي حتى نهاية الدورة في نوفمبر 2025 كرار منتظر ومنطقي واقعي حتى جمعية العمومية تكاد تكون مقرة بأنه أنسب الحلول فربنا يوفق المجلس ويوفق المهندس خالد مرتجي في العبء الإضافي اللي حيتحمله وماش غريب عن المراكز القيادية في النادي الآلي وربنا يوفق النادي الآلي بإذن الله لما هو قادم من تحديات صعبة جدا الإدارة التنفيذية بقيادة الدكتور سعد شيلة باستحقت شكر وتحية مجلس الإدارة على الجهد المفزول طوال السنة طبعا واضح أن الدكتور سعد كما هو متوقع يعني داخل من أول يوم يعني مدور المكنة وبيعمل الإضافات الخاصة به وأدهه ودود وربنا يوفقه هو كمان لأن مطابخ الآلي لا تقل أهمية عن وضيع السياسات قولي كمدير عام سابق للنادي دور المدير التنفيذي وأعباءه زادت مع زيادة المقرات مؤكد يعني أنا لما جيت كان فيه مقرين الجزيرة ومدينة ناصر الجزيرة ومدينة ناصر ومدينة ناصر ما كانش اكتمل يعني هو تم افتتاحه وأنا موجود فكان فيه مدير وكان فيه مدير لفرع مدينة ناصر حسن مسعود رحمة الله عليك لما اتعامل الشيخ زايد مع الكابت المحرم الراغب وتوجده وهم لسه لم يفتتح أصبح فيه مبدأ أن كل حتى بما فيه نادي الجزيرة مقر الجزيرة يبقى له مدير يبقى له مدير يبقى نفس المدير للفرع ومدير المقر نفسه مسؤول عن إدارة مقر الجزيرة وبالتالي كل فرع من دول له مدير خاص بالفرع وفي النهاية الأمبريلا كلها أو مظلة الأهلي عليها أو على رأسها نحن عندنا أربع فروع دلوقتي أيضا المساعدون بيتزايدوا وفيه الكوادر دوله بعمل كبير بقى يعني وإحنا كنا مثلا في البداية شغالين بنظام الكنترول ما كانش فيه مدير أمن برضو مع تزايد المسؤوليات وفي منتصف المسؤولية وانا موجود بقى كل فرع له مدير أمن الدية ما تطورتش معها أو سبقت سبقت المشكلة بإيجاد الحلول ما تبقاش النادي الأهلي